اشتركوا في القناة هو تفسير رؤية حلم المحكمة في المنام لابن سيرين المحكمة في الحلم خير ورزق كبير وربما تشير لقدوم اخبار سعيدة للحالم ولاهل بيته عن قريب كما يرى ابن سيرين ان المحاكمة انزار للحالم لقدوم مشاكل وهموم كبيرة اذا رأى الحالم نفسه يتعرض للمحاكمة في امر ما دل ذلك على القدرة على تحمل مسئوليات الحياة واتخاذ القرارات الصائبة قد يرى الحالم قاعة المحاكمة بدون اشخاص وتشير هذه الرؤية على الظلم والاضطهاق اذا رأى الحالم نفسه يحاكم في امر مجهول لا يعرفه من الرؤى السيئة جدا والتي تعني خسارة المال والولد وربما تجلب له هموم ومشاكل مع الاهل والاصدقاء ويتعرض للظلم تعبر رؤية العزباء للقادي في المنام على قدوم الخير والارتباط بشخص حسن الخلق والسمعة ويجلب لها الكثير من الحب والاستقرار اذا رأى العزباء نفسها تتعرض للمحاكمة في امر ما دل ذلك على وجود شيء مجهول في حياتها وربما تبحث عن حل المشاكل كبيرة في الواقع رؤية القادي في الحلم ما هو الا ما كان مرموكة تنالها عن قريب وقد تحقق الامنيات والاحلام البعيدة اذا رأى العزباء قادي يحكم في امرها تل ذلك على الاستقرار والراحة الكبيرة التي تنالها بامر الله وعليها بصلاة الاستخارة قبل اتخاذ القرار في امور حياتها تفسير حلم المحاكمة في المنام للمتزوجة رؤية المحكمة في الحلم للمتزوجة يدل على التخلص من المشاكل التي تعاني منها المرأة في الواقع وربما تعكس هذه الرؤية الحالة النفسية السيئة للزوجة رؤية القادي في المنام دليل على الظلم والاضطهاد والعلاقات السيئة في حياتها محاكمة المرأة في المنام يعكس قوة الشخصية والقدرة على اتخاذ القرارات وحسن التصرف قاعدة المحاكمة في منام المتزوجة خير ورزء كبير كما تدل على قدرتها الكبيرة في مسايرة امور حياتها بنجاح تفسير القادي في الحلم للرجل قد يرى الرجل قادي او حاكم في المنام وذلك يعكس كم الصفات الحسنة التي يتسم بها الحالم وربما يتعرض الشخص للظلم تعرض الرجل لمحاكمة ظلم او غدر يدل على قصرة التصرفات السيئة التي تدور حولهم وتنال نقضا كبيرا منهم رؤية القادي في المنام تحمل العديد من الصفات الجيدة للحالم كالعدل والصدق وربما تدل على قصرة المشاكل والخلافات التي يعاني منها ويفكر فيه طريقة للتخلص منها عن قريب تفسير مواضع مختلفة لرؤية المحاكمة في المنام المحاكمة في الحلم رغبة في اقامة العدل والسلام بين الناس والاستقرار الأسري الذي يناله الحالم بأمر الله التقاضي أمام المحكمة مشاكل وأضرار نفسية كبيرة تقع على الحالم وربما قصر الديون وأزمات مادية يرغب في حلها الحكم بالإعدام أو السجن على الحالم في المنام جليل على الهموم والمشاكل الكبيرة وربما تعتبر الرؤية بمسابة تحذير وتنبيه للحالم بصلاح الحال والتخلص من الهموم بأمر الله شكرا لمشاهدة الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة